اهلا بكم مشاهدين الى نشرة الاخبار ونستهلها بالعنوين في الندوة السنوية الثالثة حول واقي وتطور وضعية المؤسسات الاقتصادية بدون استأكيد على ضرورة تحفيز الشباب على بعث مؤسسات صغرى ومتوسطة وعلى خلق فرص للتشغيل والاستثمار تعطل اشغال توسعة ميناء بولبا للصيد البحري بسبب تأخر خلاص المستحقات والسياء في صفوف البحارة ودعوات لاحترام اجال انتهائها في الملتقى الوطني للشباب بمدنين مبادرات شبابية من اجل ارساء اعلام القرب وبحث مشاغل الشباب وتعزيز مشاركتهم في الشأن العام البداية من جابس حيث مثلت المؤسسات الصغرى محور اشغال الندوة السنوية الثالثة حول واقع وتطور وضعية المؤسسات الاقتصادية بتونس من خلال عرض نتائج الدراسة التي وعدت حول المؤسسات الصغيرة جدا وفق مقاييس 2018 دراسة تهدف الى تجاوز الصعوبات التي يجابه هذا الصنف من المؤسسات والذي يشكل ركيزة اساسية للاقتصاد التونسي نظمت كونفيدرالية المؤسسات الموطنة التونسية بالتعاون مع وزارة التكوين المهني والتشغيل وبرنامج الامم المتحدة الانماء بتونس الندوة السنوية الثالثة حول واقع وتطور وضعية المؤسسات الاقتصادية بتونس مقياس 2018 في هذه الندوة تم عرض نتائج الدراسة التي تم اعدادها حول المؤسسات الصغيرة جدا وفق مقياس 2018 في استبيان تم تكيفه مع هذه الفئة من الشركات العادة نعمل الدراسة بالنسبة للمؤسسات المتوسطة في تونس هذه اول مرة نعمل المؤسسات الصغيرة بالكل تري بوتي تنتربيس تي بير اللي هي اكثر رقم في تونس اللي هي اكثر من سبعمائة الف مؤسس اللي هي فيها بين شخص وخمسة اشخاص وهذا هو الاقتصاد التونسي هم المؤسسات هذو ما الصغيرون مؤسسات هذه معناها وقت اللي تلقى الدعم وتلقى الايحاطة معناها تنجم تخلق التشغيل وتنجم تخلق القيمة المضافة هذك عليش سوا في قانون الاستثمار وخاصة حتى قانون المؤسسات الناشئة ثم عناية بالمؤسسات هذه لانه عنده قدرة للحركية وقدرة للتأقلم واليوم نحب الشهادات متاعنا تتوفر لهم كل الاليات وكل الايحاطة خاصة من طرف هياكل الموساندة لبعث مؤسسات معناها صغرى ومتوسطة من شأنها بالشغل ان شاء الله هذه الدراسة تهدف إلى مساعدة أصحاب القرار على اتخاذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على المؤسسات الصغيرة جدا التي تعاني من إشكاليات عديدة نحن ندعم ماليا ولكن أيضا تقنيا دراسة مع كونكتو مع تمويل النرويج لفهم جيد لوضعية المؤسسات الصغيرة في تونس وهذا جزء من مقاربتنا في تونس لدعم النمو الاقتصادي لهذا البلد وكما تعلمون القطاع الخاص أساسي لتحقيق هذا الهدف وخلق مواطن شغل المؤسسات الصغيرة تكتسي أهمية اقتصادية واجتماعية بارزة وتحسين قدرتها التنافسية وضمان استدامتها تبقى حسب البعض من المسائل المتأكدة توقفت بالمونستير أشغال توسعة ميناءة بولبا والتي تجاوزت نسبة تقدمها في المدة الأخيرة 50% ما دفع البحر بالميناء إلى المطالبة بوضع أجال محددة لاستكمال هذا المشروع نهزت كلفة مشروع ميناءة بولبا للسيد البحري 54 مليون دينار مشروع استبشر لانتلاقه البحر إلا أن تعطل الأشغال تارة وتوقفها تارة أخرى بعثت في نفوسهم الحيرة رناش فرحة هي حلم وتحول الحلم إلى كابوس الفرحة كان نقوله فرحة وقتنا نشوفه نسق الأشغال قاعدة متواصلة وقاعدة ماشية وفما أجال محترمة وبش تصير فيه أجال محترمة يعني تشوف الأشغال تنجم تقول واقفة تسألنا على أسباب هذه واش كون يتحمل مسؤولية الأسباب هذه نلقاه الأسباب مداخلة بين وزارة الفلاحة وزارة التجهيز وزارة المالية ما قلت سيد الرئيس ما نحبش حتى من لي ما يضيع نحب تاخذنا مشروع ميناء طبولبك كنموذج للإسراع و للحكم الرشيد المشرف على أشغال توسعة الميناء يرجع تراجع نسق الأشغال إلى تأخر في خلاص المستحقات نبدأ المشروع على أحسن وجه في الإنسان من أول نهار تبقى في الفترة الأخيرة صاحب المشروع الذي هو زارة الفلاحة كان تأخر علينا في سداد مستحقاتنا المالية المدة لا تقل على ستة أشهر بقيمة تقدر أربع مليون دينار من جهته أكد المندوب الجهوي للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالمنسيرة على سداد قصد من كلفة المشروع في انتظار استعادة الأشغال نسقها السرية نحن باتصارنا بالإدارة العامة للصيد البحري و تربية الأسماك أفدونا أن الكشفات المقاول وصلت لهم وما بصدد القيام بالإجراءات الآزمة لفتح الاعتمادات وقصد خلاص المقاول في أقرب الأوقات علما أن المقاول له نفس مشروع هو ميناء سيد بحري بقلعة الأندلس والانتلق تقريبا في شهر فيفري 2019 وأنه فم معناها العديد من الليدي كونت معناها تم خلاص المقاول سواء كتسبقة بالنسبة لقلعة الأندلس ثم سواء بالنسبة لدي كونت لولانين اللي هم يهموا تبلبة في حدود 3 مليون دينار يجمع بحارة ميناء السيد البحري بيت بولبة على ضرورة الإسراء بإنجاز التوسيع مع الإزدحام الذي يشهده الميناء ويذكر أن نسبة تقدم الأشغال بلغت 35% وينتظر أن تنتهي مع مطلع سنة 21 و2000 يتركز الاهتمام هذه الأيام على الصنوبر الحلبي أو ما يعرف في تونس بسجوغو هو منتوج غابي موسمي وتمتد غاباته في تونس على قرابة 300 ألف هكتار حبات الصنوبر الصغيرة تحتاج إلى يد عاملة صابورة بالنظر إلى مشقة مراحل استغلاله وهو غالبا ما يكون مصدرا لتحسين الدخل الأسري لدى عدد هام من متساكن الغابات في منطقة زغدود الجبلية حيث غابات صنوبر يغادر هذا الرجل بيته ومثله كثيرون عند الفجر فيمططون ظهور الدواب ومن ثم تبدأ رحلة البحث عن ثمار الزجوغو وقد تمتد الرحلة الشاقة عشرات الكيلومترات إصباح بكر نمشي ومشي ومشي 36-37 كيلومتر على الحمارة فالنهارنا والطفل مرة 25-25 كيلو كيلو نصف وزيد المرة تحرك وتصفي أعمل سابق عند كيلو نصف زغوغو بعد عودته إلى المنسل حاملا كيس زغوغو تبدأ زوجته في إشعال الفرن حيث الحرارة المرتفعة تساعد على خروج الحبات الصغيرة ثم تجمع الحبات المتناثرة وتصفى وتغسل بالماء لرفع الأتربة وجميع المراحل تتطلب جهدا وصبرا كبيرا المرأة تحرك وتصفي وتذري وتجال وتساوم وبالماء بس يديهم رقم يبقى أن نبيعهم يهو جيبوا مني نتحي مش في الفرن بالخدمة الصعبة الكبيرة عندك عند ينيا في المانفظة وفي السقات وفي الأمور الظلم كل عند ينيا عيف يا رايح خطينتك تتحرك مش 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 يداويك هيو دي حيب اللي هاك تغطمينا حي أريدتك نرمي رشا كاك ما تنحيش كيلو دعيب الطو ويمثل الجبل مصدر الرزق الوحيد لمئات العائلات في منطقة زغدود التأمت بالمنستير ورشة عمل إقليمية حول مشروع التدخل النوعي بالمؤسسات التربوية ممول من الاتحاد الأوروبي بمشاركة عدد من مديرية المؤسسات والهيكل التربوية بكل من سوسا والمهدية والمنستير واسفق سواحد تعصيره وتحديث المؤسسات التربوية هو دعم السلوك الإيجابي بها كان محور ورشة عمل إقليمية حول مشروع التدخل نوعي بالمؤسسات التربوية الممول من البنك الأوروبي للتنمية بمشاركة عدد من مديري المؤسسات والهيكل التربوية تعصير المؤسسات التربوية من أحداثات وإعادة تأهيل لأحداثات قرب 59 مؤسسة تربوية جديدة هذا البرنامج هذا بطبيعة الحال فيه جانب ثاني في جزء ثاني اسمه البرنامج التدخل النوعي هي خطة عمل تحمل أهداف وإجراءات ملموسة قابلة للتنفيذ لتحسين سلوك تلميذ وخاصة استعداداتهم وانخراطهم الإيجابي الذي يعكس شعورهم بالانتماء إلى المؤسسات التربوية إرساء مدونة سلوك وميثاق للتعايش داخل الوسط المدرسي استراتيجية جديدة انخرطت فيها بعض المؤسسات برنامج يندرج ضمن إرساء وتثبيت قيم متميزة لدى التلميذ كما التسامح كما الاحترام كما المحبة بدينا بأنشطة داخل مؤسساتنا التربوية لنا ثلاث مؤسسات في ولاية المهدية مع دقصور الساف أداديت شربان والمدرسة ابتدائية بن خليفة سيدة علوان والتفقر على مجموعة من القيم التي يجب تبنيها في كل مؤسسة مش نعطي مثال على مدرسة الإعدادية الموجودة في تبولبا في المؤسسة هذه التلمذة بالاستعانة بالإطار التربوي معهم حظروا مثاق فيهم مجموعة من الحقوق والواجبات ولاحظوا حتى الأولياء اللي تحمسوا للمشروع هذا ديوان الخدمات المدرسية سيعمل على نشر مختلف القيم والمبادئ الخاصة بكل مؤسسة ولكن وفقا لأية آليات ديوان الخدمات المدرسية يسعى اليوم لنشر المنظومة هذه بتاع دعم السلوك الإيجابي وإرساء مدونة للمثاق التربوي داخل المؤسسات كل المندوبية 26 ممثلين في هذا المشروع وكل المندوبية عندها أربع مدربين خذوا التكوين هذا مدونة سلوك وميثاق يضبط طبيعة الحياة المدرسية بالمؤسسات التربوية يشارك التلاميذ في سياغتها ما يسهل الالتزام بها والحرص على تطبيقها ويساعد على القضاء على عدة ضواهر سلبية كالعنف المدرسي وغيره صحافة المواطنة مفهوم جديد يندرج ضمن شعار الثورة المعلوماتية الملتقى الوطني للشباب وعلام القرب الذي ينعقد بمدنين يؤسس لهذا المفهوم الجديد من خلال تعزيز قدرات الشباب وتدريبه على حسن استخدامه عديد الشباب بولاية مدنين ممن يمارسون مهنة الصحافة كهواية لذلك هناك مبادرات بدور الشباب تم بعث فيها إذاعة على الانترنت أو أخرى جمعياتية وأخرى خاصة يقدمها شباب يحاولون تناول مشاغلهم كشباب أو مشاغل جهتهم علام البديل بشكون هو صداء وصوت للشباب اللي هو ما قصلش إنه بلغ صوته في الوسائل الإعلامية إذاعية أو تلفزية أركان تثبيت الحكم محلي هي صحافة مواطنية قوية صحافة محلية يعني تهتم أكثر ما يمكن بمشاغل وهموم المواطن يعني رجالات العمل للفجهات يعني أي جهة أي محافظة أي ولاية من ولاية تونس نحو دعم المشاريع الشبابية نحو دعم مشاريع لعلام المحلي علام القرب هؤلاء الشباب ممن يمارسون صحافة المواطنة شاركوا في ملتقى شباب وإعلام القرب بجزيرة جربا لتمكنهم من مبادئ العمل الصحفي وأخلاقية هي الملتقى بداية يهدفوا إلى تعزيز مشاركة شباب في الشأن العام ويهدفوا أكثر إلى المرافقة مرافقة شباب وتكوينهم خاصة في صحافة القرب وفي أخلاقيات المهنة في أخلاقيات العمل الصحفي عادش بالإمكان أنه أحنا ننتظروا الأحداث الوطنية الكبيرة بشتحدد على شنو نحكيه في الصحافة اليوم الصحفي المحلي هو اللي قادر أنه هو يحدد الصحافة الوطنية على شنو تحكيه وشنو تكون الارتكازات متاحة ويصنع التغيير في عالمنا أحنا معناها الشباب هو شريحة مهمة معناها سواء على مستوى العدد أو على مستوى القوى الفاعلة فأننا نحاولوا الشباب هذا إلى مبادر فاعل جميل جدا أما أنه يوصل صوته يكون أجمل زادة إلى جانب العنصر التكويني في الملتقى فإنه قد تم عرض عديد التجارب ناجحة لمواقع وصفاحات إخبارية وإذاعة محلية بولاية مدنين النفاذ إلى العدالة مشروع يسعى من خلاله باعثيه إلى خلق آليات قصد مساعدة المواطن على النفاذ إلى المعلومة وقد تمت مناقشة هذا المشروع وتقدم مبادرات الجمعيات حوله خلال ورشة انتظمت بمدنين في ولاية مدن مشروع تحسين النفاذ إلى العدالة مشروع تشاركي ينجزه برنامج الأمم المتحدة الإنمائية بالتعاون مع وزارة العدل التونسية يستهدف عددا من مواطنية الجهة بهدف وضع آليات لتيسير نفاذهم إلى المعلومة عبر أطر وبرامج وضحة المعالمة في إطار تحقيق استراتيجية وزارة العدل معناها الإسلاح المنظومة المنظومة القضاء والمنظومة السجنية في ولاية مدنين فما عدة جوانب منها بالأساس تحسين الخدمات والتنظيم المؤسسة القضائية والسجنية وفما كذلك العنصر الثاني وهو يتعلق معناها بضمان خدمات ذات جودة المنظومة القضاء في ولاية مدنين وتسير رجوعهم للقضاء ومعرفتهم بالأمور القانونية المشروع يهدف في جنب كبير منه إلى تقريب العدلة من المواطنين على أساس هذيك برنامج الممتحدة الإنمية والمفاوضية السامة لحقوق الإنسان بالشراكة مع وزارة العدل وعين بدور المجتمع المدني في النفاذ وقربهم من المجتمع المحلي في المدنين واليوم هؤلاء يقدموا مشاريحهم ونحاولوا نطوروهم حسب الرؤية الاستراتيجية لوزارة العدل برنامج شرع في إنجازه بالشراكة مع عدد من الجمعيات ونشطية المجتمع المدني المهتمين بالشأن الحقوقي بولاية مدنين لخلق وسطاء الشمعيين يساعدون المواطنين على تسير نفاذهم إلى المعلومة والعدالة واليوم فما عديد الاشكاليات التي تعترض المواطن للنفاذ العدالة اليوم بعضنا كمجتمع مدني وكجهات من الدخلة لازمنا نشتغلوا على الأمر هذا لن يسروا مرفق العدالة المواطنين خاصة الخدمات مقترحاتنا نفس الموضوع هو النفاذي لتحسين العدالة كيف أهم النقاط لنحاول أن نقيمها مع بعضنا مفهوم جديد المقارنة للنفاذ العدالة نحن كجمعية رياضية بس المخلوف لنأخذ مع الجنب هذا الفيزيسي مخلوف لنكون في اختصاص مسرحي دراسة الموضوع العدال بشكل مسرحي لنعمل حملات تحسيسية للشباب ويبقى مع ذلك تنفيذ هذه أليات وما جد من توصيات في هذا البرنامج رهين تفاعل كل الأطراف المتداخلة حتى يتحقق الهدف المنشود إلى شأن الثقافي وأيام قرطاج السينمائية في السجون من خلال عروض لأفلام بحضور مخرجها كل الظروف كانت ملائمة في السجن المدني بالقسرين لمتابعة الفيلم اللبناني في أحسن الظروف فرصة لجعل المساجين يوكيبون الحياة الثقافية حتى وإن كانوا خلف القضبان مسنان يتقسمان الماضي والحاضر ليتحرر من قيود الشيخوخة صنع لهم عالما خاصا بزاوية من زاوية مقهن بلبنان معهما تناغم نزل السجن المدني بالقسرين الذين تحرروا أيضا من قضبان السجن وانغمسوا بين أحداث الفيلم اللبنانية صباح الخير لبنان بحضور مخرجهية بهيج حجيج كانت فرصة بش نعرض فيلم من أيام قرطاج المساج السينمائية داخل السجون في دروت الخامسة فيلم بعنوان صباح الخير لبنان بحضور المخرج متعو بحضور إطارات وزارة الثقافة والهيئة المديرة المراجعة القرطاج السينمائية بحضور إطارات الجهوية كانت فرصة بش المساجيني نجموا يتابعوا أيام قرطاج السينمائية من داخل السجن وهذا فيه منفع لهم ترمية البداية اللي عندهم عرض يأتي في إطار الدورة الخامسة لأيام قرطاج السينمائية ولأول مرة يكون لنزلاء القسرين حض مواكبة فعاليات أيام قرطاج السينمائية إن شاء الله هاجبين أول مرة ديجاء الحبس وفيلم ديجاء أول مرة نفرجوا عليه وفما تنشيط برشا فما برشا حاجة يتمعليها وإي حاجة نثقفوا فيها ويخرجون تنشيط ملايب كل حاجة ما هو شحابس ونزيدوا للمنظمة العالمية لمنهض التعذيب هي الشركة مع الإدارة العامة للسجون الإسلاح مشكلة في الجي سي سي كيف كيف في المكتبات في تدعيم المكتبات السجنية في أيام قرطاج الموسيقية في أيام قرطاج المسرحية يعني في كما نقوله في جميع الأنشطة الثقافية فيلم قد يخلف أثرا طيبا في نفوس نزلاء السجن المدني بالقسرين رغم نهايته الحزينة وقد ينمي داخلهم حب التغيير والإسرار على إصلاح أخطائهم ومغادرة هذه القذبان في سوسة وبفن الحكوات اختتمت الدورة الأولى لمهرجان الوطني للمسرح وتم خلالها تكريم عدد من المسرحيين ممن وهبوا حياتهم واعتبروا الفن المسرحي فلسفتهم في الحياة بمسرحي تجمالي هدر أزدل السيطار على الدورة الأولى للمهرجان الوطني للمسرح التونسي في أيام الخمسة المخصصة لولاية سوسة انطلق البرنامج يوم 26 20 أكتوبر اليوم مسك الختام شملت البرمجة أربعة دور ثقافة من خلال العروض المسرحية من خلال ورشات التكوين المسرحي من خلال الحوارات حول العروض المسرحية بإشراف مختصين يختتم هذا اليوم بعرض مسرحية تجمال يهدر عمل فرجوي يستلهم من لار دو كنتر فن الحكواتي فما موسيقى وأغاني وأغاني تتميشى مع لكونت لحكاية حديثها دوري هو أني نلقى معادلة مبين اللي قاعد يصير في وسط المسرحية والتدخلات الموسيقية اللي في وسط كما مثل هذا النشاط الثقافي مناسبة لتكريم 12 مسرحياً ينحدرون من جهة سوسة من أول الدنيا نعرف أن المسرح هو اللي يصنع المدينة الفاضلة هو اللي يصنع المواطن اللي توى في العصر الحديث المواطن اللي يتكلم على حقه في الوجود حقه في المواطنة إذن هذا التكريم هذا يقول أنا خمسين سنة في مسيرة المسرح التونسي كنت حياتي كابلة ملتزم فإن شاء الله نكون استحقيتها من خلال هذا التكريم هذا وجدد نفسي كانت فما أسبوع بعد ولاتهم كانزين دو تيارة التونسي خمسة عشر يوماً من المسرح التونسي فما ندثر في الثمانينات والحمد لله حتى وكان عاد بسرعة ولكن نحمد الله نرجع لأهل المسرح والجدير بالملاحظ أن الدورة الأولى للمهرجان الوطني للمسرح التونسي التي تحمل عنوان دورة الموصف السويسي ستتواصل إلى غاية السادس عشر من الشهر القادم لتحط الرحالة في ولاية أخرى وتختتم بتونس العاصمة وهكذا نصل مشاهدنا إلى ختم النشرة ونذكركم بالعنوينة في الندوة السنوية الثالثة حول واقع وتطور وضعية المؤسسات الاقتصادية بتونس تأكيد على ضرورة تحفيز الشباب على بعث مؤسسات صغرى ومتوسطة وعلى خلق فرص للتشغيل وللاستثمار تعطل أشغال توسعة ميناء بوربا للصيد البحري بسر تأخر خلاص المستحقات والسياء في صفوف البحارة ودعوات لاحترام آجال انتهائها في الملتقى الوطني للشباب بمدنين مبادرات شبابية من أجل إرساء إعلام القرب وبحث مشاغل الشباب وتعزيز مشاركتهم في الشأن العام ويمكنكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزاء التونسية في الختام إليكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء اشتركوا في القناة